اعلن جهاز الامن الاوكراني عن توثيق ادلة جديدة حول تورط وزير المالية السابق الاكساندر كليمينكو في الخيانة العظمى وفقا لما ذكره الجهاز فان هذه المواد تعتبر دليلا على ان المسؤول السابق عمد بتصرفاته الى الاضرار بالامن الاقتصادي والمعلوماتي الاوكراني وكذا انتهاك السيادة والسلام الاقليمية وحرمة الدولة واستنادا الى المواد التي تم جمعها فتح مكتب المدعي العام العسكري تحقيقا جنائيا اخر في مسألة الخيانة العظمى وسيواجه كليمينكو في حال ثبتت التهم بحقه عقوبة بالسجن تتراوح بين 12 و15 سنة مع مصادرة الممتلكات الوزير السابق متهم ايضا باختلاص 12 مليار دولار من خزينة الدولة ويتواجد حاليا في قائمة المطلوبين بينما اكدت تقارير انه موجود في العاصمة الروسية موسكو